الحرب المستمرة في غزة خلفت كوارث إنسانية على كافة الصعود في القطع وسط تحذيرات دولية من انتشار المجاعة والأمراض المعدية جراء عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتعثر إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم هيئة المرأة بالأمم المتحدة قالت في تقرير لها إن ما لا يقل عن 557 ألف امرأة في غزة يواجهون انعداما حدا للأمن الغذائي وإن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات التي غالبا ما يعطينا الأولوية لإطعام الآخرين وفي ظل الأوضاع المتردية بقطع غزة فإن النساء بحسب التقرير يواجهن صعوب أكبر في الحصول على الغذاء مقرنة بالرجال ما يدفع الكثيرات منهن إلى التخلي عن وجبات الطعام أو تقليل حصتهم من الغذاء من أجل إطعام أطفالهم كما أشار التقرير الأممي إلى أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ينتشران على نطاق واسع في كافة مناطق غزة بالتزامن مع تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يفيد أن خطر المجاعة لا يزال قائما في أنحاء القطاع جراء استمرار الحرب والعراقيل التي تعترض دخول المساعدات الإنسانية واقترحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عدة أجراءات للتصدي لذلك الوضع منها السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى كافة سكان قطاع غزة دون عواءقة وتوفير خدمات الوقاية من سوء التغذية وعلاجه واستعادة الانتاج ونظم السوق بما في ذلك إعادة تأهيل نظم إنتاج الغذائي بأقرب وقت ممكن موسيقى